أهلا بحضراتكم من جديد عاز أكلم بحضراتكم في موضوع مهم هو موضوع يخص مسابقات الشباب مسابقات الشباب اللي كانت هتنتهي بمباراة الأهلي والزمال مبارح سمعت خبر خبر ده أول ما سمعته عدتت حك قلت أكيد خبر يعني مش صحيح خبر مفابرك يعني لكن لما تأكد للأسف تلعى خبر صحيح هو خبر كارسي بمعنى اللوايح أو هو خبر تفصيل لوائح عندنا هنا في مصر مهنة مهنة شريفة مهنة بيمتهنها موهبين هي مهنة التارزي كل واحد في حياتنا بيحتاج للتارزي والتارزي ده مهم جدا في حياتنا أي حد فينا بيكون عنده أماشة حلوة بيروح للتارزي بيها بيرفع مقاساته بيفصلها له يفصل له شاكت حلو قميص شيك على مقاسه أو بانطلون حلو يقدر يلبسه ويستعمله في حياته تارزي الموهوب هو يقدر يعمل الكلام ده أو عندك حاجة واسعة يقدر يأيفلك ويزبطالك على مزاجك وعلى مقاسك وتكون من أسباك دي مهنة التارزي مهنة قديمة ومهنة شريفة جدا وفي حياتنا موجودة لكن في مهنة ظهرت اليومين دول في الكرة في مصر اسمها مهنة تارزي اللواح والقوانين يعني إيه تارزي اللواح والقوانين يعني باخد الورق اللي موجود فيه اللايحة اللي التارزي عملها بنفسه وفصلها بنفسه علشان أخدها له علشان يفصل لي اللايحة أو البند اللي موجود في اللايحة على مزاجنا ده اسمه تارزي اللواح والقوانين ده ما موجود دلوقتي للأسف يعني تارزي تارزي يقدر يفصل اللواح ويلعب لك فيها بالرغم إنه هو اللي حاطتها من الأول ونجاح أي مسابقة ونجاح أي منظومة بيعتمد على اللواح بحط ببداية المسابقة أو بداية الموسم اللواح علشان تعرف أنا كلاعب أو كنادي أو كجمهور إيه اللي علي وإيه اللي مطلوب مني وإيه اللي علي لما أخطئ لما ألعب لما أكسب بطولة كل الكلام ده ده اللي بينظم وهو اللي حطه التارزي التارزي اللواح والقوانين النهاردة بقى بيلعب في اللواح أفصل اللايحة علشان أخدم نادي معين أو نادي منافس علشان أخدمه لأهداف معين عايزين نحكي الحكاية من الأول الحكاية فيه مسابقة تسعة وتسعين الفترة اللي فاتت أو تقريبا من يوم عشرين أربعة كان فيه مباراة أهلي وزمالك تلعبت في ملاعب الناشئين في مدينة نصر المباراة انتهت بفوز الأهلي تسوى الفارقين الأهلي بقى متقدم بالأهداف ودي كانت المباراة النهية والأهلي بالمواجهات المباشرة اللايحة بتقول مواجهات مباشرة وفي أي مكان في العالم دايماً المواجهات المباشرة هي اللي بتحسم بتحسم اللقاء وتحسم البطولة علشان اللايحة تحس إن اللايحة مش واضحة كده المباراة هتتعاد لكن بعد المباراة حصل أحداث لعبة النادي المنافس دخلت الأوضة بدأت فيه تطاول وفيه ألفاظ على رموز وقمات النادي الأهلي اتحاد الكرة بعت إقاف اللاعبين المباراة كانت عشرين أربعة إقاف اللاعبين اللي خد تمن مباريات واللي أخد اتناشر مباراة مع غرامات مالية اتناشر مباراة اتحاد الكرة حدد مباراة الأهلي والزمالك إنها هتتلعب إمتى؟ ستة وعشرين خمسة يعني من عشرين أربعة لستة وعشرين خمسة يعني بتتكلم في شهر وأسبوع طب الهدف إيه؟ هل الهدف مثلاً عايز ترجع اللعبة تاني تلعب؟ مش هندخل في النواي بس خلينا بالخطابات اللي بعتها اتحاد الكرة وبقول النهاردة يعني يعني حاجات كارسية بتحصل بنشوفها دلوقتي ترجمة نانسي قنقر